التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك قلعة مسندم 2022 يختتم مجرياته بمحافظة مسندم بمشاركة قوة امن مسندم ومضلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني وبمشاركة سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع والاجهزة العسكرية والامنية الاخرى وذلك تحت رعاية اللواء الركن مسلم بن محمد قعبوب قائد قوة السلطان الخاصة في واقع الامر حقيقة تمت لاستفادة من التجارب البريطانية ومن الخبرات البريطانية المتراكمة في مثل هذه التمرين كما اثبتت ايضا القوات المشتركة الموحدة مدى القدرة والتجانس والتكامل فيما بينها وكذلك حقيقة اثبت الجند العماني مدى كفاءته وايضا واحترافيته في تنفيذ مثل هذه العمليات في هكذا بيئات التمرين الذي نفذه الجيش السلطاني العماني مع وحدات من قوات المارينز بالقوات المسلحة الملكية البريطانية يأتي في اطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة وضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مستويات الكفاءة والجاهزية وتطوير العمل المشترك للقوات المشاركة في التمرين يُعنى هذا التمرين بإدارة وتخطيط التمرين المشتركة في بيئة عمليات جبلية وذلك من أجل بحث آلية التعامل في المتغيرات للعمليات الخاصة وسبل التخطيط السليم لها التمرين هدف إلى تطبيق أهم الاستراتيجيات العسكرية في التدريب المشترك وإدارة العمليات المشتركة في مسرح العمليات الذي يتصف بالتنوع الجغرافي من حيث التقص والتضاريس الطبيعية التي تتميز بها منطقة التمارين العسكرية بمحافظة مسندم وتدرب على عمليات الإنزال البرمائي وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية وتعزيز التمازج بين القوات المشاركة تحقيقاً لأهداف التمرين نفذ في هذا التمرين العسكري المشترك عمليات الإنزال البرمائي في نيابة ليما بالتعاون مع القوات المشتركة وقوة السلطان الخاصة وقمنا بتدريبات عسكرية مشتركة وتبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة في التمرين من شأنها التدرب على تنفيذ عمليات خاصة في مسرح عمليات يتميز بتضاريس متنوعة مع قوات السلطان المسلحة تدربنا في عدة بيئات مختلفة في تمرين قلعة مسندم 2022 فقط تدربنا في البيئة البحرية وكذلك البيئة الصحراوية والبيئة الجبلية وهذا بدوره يؤدي إلى صخ المهارات متدربي وأفراد القيش السلطان العماني بشكل عام هنا من جبال مسندم الشامخة تتدفق عزائم هؤلاء رجال المخلصين الذين عاهدوا الله على أن يكون الجند الأوفياء للوطن والحصن الحصين لمكتسبات هذا الوطن العزيز من منطقة التمارين العسكرية بمحافظة مسندم النقي بناصر بن خميس الكلباني